دفعة جامعية جديدة مشكلة من عموم البلاد تلتحق بكلية الطيران هنا في مدينة مأرب بعد تتشين الكلية العام الماضي بالتزامن مع إعادة كليتي العربية والشرطة في كل من محافظتي عدن وحضر موت وسوف يكونون بإذن الله قادة في المستقبل ونرفض القوات المسلحة والجيش والأمن بهذا النخبة النموذجية من أبناء الجمهورية اليمنية تعتمد الكلية معايير تنافسية خاصة بالعلوم العسكرية كإجراءات دقيقة لمنتسبيها ضمن مساء الحكومة الشرعية لتطوير قواتها المسلحة وتحديثها بكفاءات فنذية علمية بتخصصات وأكسام مستحدثة تواكب متطلبات المرحلة باحتياجاتها المهنية طبعا هذه الدفعة مرت بمراحل عدة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة المرحلة الأولى كان الموقع الإلكتروني والمرحلة الثانية كان أيضا الاستقبال وتأكد من وثائق الطلاب وهذه المرحلة هي المرحلة التازلة وهي مرحلة الرياضة والتربية البدنية تسير مراحل القبول والتسجيل بحسب جهات الاختصاص وفق أسس وطنية تشرف على تفاصيلها لجان معنية من خلال برنامج معلن يبدأ باختبارات تحريرية تليها فحوصات بدلية وطبية وصولا لكشف الهيئة للمقبولين تواجه القوات المسلحة اليمنية تحديات بتعقيدات محلية وإقليمية متزايدة ما يتطلب مضاعفة الجهود تعليميا ومهنيا بما يحقق مخرجات احترافية نوعية حماية للجمهورية وحراسة لمكتسباتها خليل الطويل قناة بلقيس مأرمي ترجمة نانسي قنقر